هو اللا قانون أو قل قانون الغاب وشريعة البندقية توصيفات يطلقها معارض العملية السياسية على الوضع في العراق تثبت مع مرور الأيام مكانها على الأرض من هؤلاء؟ ليسوا متظاهرين ضد ترد الحال ولا مطالبين بحقوقهم كي يسكت عنهم بهذا الشكل وهم يهاجمون القوات الحكومية إنهم عناصر من الميليشيات وأنصارها يطاردون القوات الحكومية رفضا وعصيانا لقرار رئيس الحكومة عادل عبد المهدي القاضي بإخراج ميليشيا الحجد الشبكي من سهل نينوى لم يكتفي هؤلاء بالحجارة بل وصل الأمر لإغلاق شوارع حيوية بالسواتر الترابية والإطارات المحروقة وقطع الطريق الرابط بين محافظتين نينوى واربيل ثم ينضي الوقت أكثر فتصعد الميليشيات حتى تخرج مناطق سهل نينوى عن السيطرة بعد انتشار مسلحين بالزي المدني في الشوارع بحسب مصادر مطالعة هذا تمرد ميليشيوي على حكومة يمثلون أحد أركانها يعود لقرار عبد المهدي بسحب عناصر ميليشيا اللواء 30 من جميع نقاط التفتيش في مناطق سهل نينوى حيث يقود تلك الميليشيا وعد القدو شقيق نائب البرلمان حنين القدو وهو أحد الأربعة الذين فرضت عليهم الولايات المتحدة عقوبات لاتهامهم بارتكاب انتهاكات ضد الإنسانية تشمل قتلا وتعذيبا واستيلاءا على المنازل والممتلكات بعد تهجير أهلها وذلك يوضح ولو بشكل مبسط أن المدن المستعدة لا سيما نينوى تحولت إلى ما يشبه مقاطعات يحكمها أمراء حرب يبنون ثروات ويغيرون ديمغرافيا مناطق بعينها تنفيذا لمخطط إيراني كما يؤكد جميع المنصفين وتثبت الأحداث والأيام ذلك ما جرى شرقي الموصل لا يعد إلا بداية لما هو قادم وبصرف النظر عن ردة فعل القوات الحكومية الصامتة وهي المعروفة ببطشها المشهود ضد المتظاهرين كما في النجف والحويجة والفلوجة والبصرة وغيرها فإن ذلك الصمت هو انعكاس لموقف حكومي هش أمام نفوذ ميليشيات لا تستطيع كبحة فهذا فصيل محدود الانتشار والتسليح وحتى الانتماء من الميليشيات فكيف بتلك الفصائل الكبيرة المتخمة بالمال والسلاح لمن الدولة اليوم للمواطن أم للبندقية النافذة سؤال يغني الحال عن جوابه ترجمة نانسي قنقر